موسيقى موسيقى وسنستخدم أسلوب النفي أيضاً اليوم مثل أيضاً سنتعرف أو سنستخدم قاعدة لا أعرف إن كان مثل وأيضاً سنستخدم قاعدة جربت أو لم أجرب عمل شيء معين مثل هذا بالنسبة للإستماع أما بالنسبة للقراءة فسندرس اليوم أولاً بعض الصفات مثل مستعجل وسندرس أيضاً بعض المصطلحات مثل يتبع وتونيتل يعني يستهلك نقود أو يستخدم نقود أيضاً سندرس اليوم قواعد الربط بين الجمل باستخدام أو يومين وأعواً 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 أيضاً سندرس المصطلحات مثل قانشم إددى قانشم أبتى عنده إحتمام وليس عنده إحتمام قانجي إددى قانجي إددى يوجد علاقة إذن لنبدأ أولاً بالمحادرة بالمحادرتين بالإستماع مع المثال الأول في الإستماع أولاً سندرس أو سنختار الجملة أو الإجابة المناسبة للسؤال لنقرأ المثال أولاً يوجم يوجم هانكوغور كومبوهيو؟ نه، هانكوك جنغو هانتسو هانكوغور بيووو القواعد المذكورة في هذا السؤال أولاً يدرس ثانياً هانتسو بيووو دا يتعلم من وثالثاً يتاني دا يلتحق بي ورابعاً يدرس وكارتش دا وبيووو دا أما الكلمات المذكورة في هذا السؤال كومبوهدا يدرس كارتش دا يعلم هانكوغو اللغة الكورية تشنغو صديق بيووو دا يتعلم وهكسنغ طالب تاني دا يلتحق بي الأمثلة على هذا السؤال أو المثال بالعودة للسؤال يوزم هانكوغو اللغة الكورية يوزم هانكوغو اللغة الكورية من أستاذ أو أستاذتي بالعودة للسؤال يوزم هانكوغو رو كومبوهيو؟ ني هانكوغو چينغو أنتسا هانكوغو رو بيووو إذن المرأة الخيارات أولاً نمجاناً هكسنغ ميدا الرجل هو طالب لا نعرف لا نعرف لا نعرف لا نذكر هذه المعلومة إثنان يوزم هكيوه تاني ميدا المرأة تذهب إلى المدرسة أو تلتحق بالمدرسة لا نعرف ثلاثة نمجاناً هانكوغو رو كاريتي ميدا الرجل يعلم اللغة الكورية لا نذكر هذا الموضوع أربعة 여자는 한국어를 공부합니다 المرأة تترسل لغة الكورية وهذه هي الإجابة صحيحا إذن 정답 أربعة 17번 이사 도와줘서 고마워요 비도 오는데 많이 힘들었죠? 뭘요? 짐이 많지 않아서 괜찮았어요 집이 좋네요 네, 지난번 집보다 넓어서 좋아요. 지하철역도 바로 앞에 있고요. ننتقل إلى القواعد المذكورة في هذا السؤال. شكرا لأنك. إثنان. ولكن ومعنى هذا المصطلح أو استخدام هذا المصطلح هو دائما في الجملة التالية يوجد موضوع جديد نتكلم عنه. ثلاثة. هي للتأكيد أو للاستفهام عن شيء معين بمعنى أليس كذلك ولكن بالصيغة الماضية. جي أنتا. فعل بلس جي أنتا هي صيغة النفي للفعل. وهذا بلس صفة. سندرسها أيضا بعد قليل صيغة المقارنة. بارو يو بي أو أبي إتا. أمامه مباشرة بجانبه مباشرة. جي بو تادا لا يستطيع أن. الكلمات المذكورة في السؤال. إذا الانتقال تواجده يساعد. جي هاتشال مترو ونولده واسع. المرة الماضية مولده بعيد. نتقال الأمثلة في هذا السؤال. دالشي دون دي تواجده سو كماو. الجو حار ولكنك ساعدتني لذلك شكرا. أجه دالشي جواتجو. أمس كان الجو جيد. ليس كذلك. جي جودو نن جواتيو. الجو في جي جودو لم يكن جيدا. بيغا مانيواتيو. أمطرت كثيرا أو تساقط المطر كثيرا. سيول بدا سوري بكجبه. سيول مزدحمة أكثر من الريف. بيكا جمي جيب أبه باره إستوى. فهو مانيو. فهو مانيو. المول موجود أمام البيت مباشرة. ولذلك هذا مريح. جيب أبه باره إتا. بالعودة للسؤال يجب أن نختار الجملة الصحيحة. واحد. بيت المرأة بعيد عن محطة المترو خطأ لأنها قالت أنه قريب. انتقلت إلى بيت وأوسع أو أكثر وسعا. الرجل تعب أو شعر بالتعب لأنه أمتعت المرأة كثيرة. خطأ لأنه قال أنها ليس لديها أمتعة كثيرة. الرجل لم يساعد المرأة في الانتقال لأن المطر ستساقط كثيرا. و هذا الجملة أيضا خاطئا. إذن الجملة الصحيحة هي إثنان. 정답 إثنان. 18번 이번 주 토요일까지 장미 축제를 하는데 같이 갈래요? 장미 축제요? 작년에 가봤는데 정말 좋았어요. 1. 올해는 장미 색깔인 빨간색 옷을 입고 가면 무료로 들어갈 수 있어요. 2. 그럼 만나서 같이 가요. نتقال لقواعد هذا السؤال. 3. القاعدة الأولى 4. هذه الصيغة هي صيغة ما رأيك أن نفعل هذا معاً؟ 5. تريد أن تأخذ رأيه الآخر بتصرف معين. 5. هل نأكله معاً؟ 6. القاعدة التالية 6. 6. 10. 11. 12. 12. 13. 14. 15. 15. 15. 15. 22. 22. 22. 23. 23. 22. 22. 23. 22. 24. 24. 24. 25. قم بالواجب حتى غدا. يونغا بورو غاليو. هل نذهب لمشاهدة فيلم؟ باب ساجو ميون غالكيو. إذا اشتريت لي الأرز سأذهب معك. وإذا اشتريت لي الطعام سأذهب معك. هانكوغو ماراكي تيوي نن وره چوم نيدا. هذه السنة الأولى لمسابقة اللغة الكورية. يونغا نن تاسوشيه شجاك نيدا. الفيلم يبدأ في الساعة الخامسة. وبالعودة للسؤال. نختار الجملة الصحيحة. الجملة الأولى. جانجمي تكجيه نن وره چوم ميدا. هذه السنة هي أول سنة لمهرجان الزهور. وهذه الجملة خطأ. لأن المرأة قالت السنة الماضية كان المهرجان موجود. وهي استمتعت به كثيرا. إثنان جانجمي تكجيه نن يبون جو طيو يره شجاك ميدا. يبدأ مهرجان الورود هذا الأسبوع. يوم السبت. هذه الجملة أيضا. صحيحة. الجملة الثالثة. جانجمي تكجيه قاسو مانالكم نيدا. الشخصان سيتقابلان ويذهبان معا إلى مهرجان الورود. هذه الجملة أيضا صحيحة. الجملة الأخيرة. إذا لابست ملابس حمراء وذهبت إلى الحفل أو المهرجان. لا تدفع النقود ويمكن أن تدخل إلى المهرجان. وهذه الجملة هي الجملة صحيحة. لأنه في النص قال. تستطيع أن تدخل بالمجان إذا لابست ملابس لونها أحمر. إذن الإجابة الصحيحة هي رقم أربعة. بالعودة مرة أخرى إذن إلى الجمل. الجملة الأولى. هذه السنة هي أول سنة للمهرجان. خطأ. الجملة الثانية. مهرجان الورود. مهرجان الورود سيبدأ يوم السبت. خطأ أيضا. الجملة الثالثة. الجملة الثانية خطأ لأن المهرجان حتى يوم السبت. وليس يبدأ يوم السبت. الجملة الثالثة. الشخصان قال أنهما سيلتقيان في المهرجان. خطأ لأنهما قال أنهما سيلتقيان أولا ثم سيدهابان إلى المهرجان والجملة الرابعة هي الجملة صحيحة إذن تنظب أربعة 실례합니다. 혹시 김치 박물관이 어디 있는지 아세요? 잘 모르겠는데요. 길 건너에 관광 안내소가 있으니까 가서 한번 물어보세요. 아 네 감사합니다. 이쪽으로 가면 되나요? 네 길 건너 은행 옆에 있어요. 거기에서 안내도 해주고 지도도 줘요. 실례합니다. 혹시 김치 박물관이 어디 있는지 아세요? 잘 모르겠는데요. 길 건너에 관광 안내소가 있으니까 가서 한번 물어보세요. 아 네 감사합니다. 이쪽으로 가면 되나요? 네 길 건너 은행 옆에 있어요. 거기에서 안내도 해주고 지도도 줘요. ننتقل إلى القواعد. القواعد الأولى دندي ألدا مردى لا أعرف إن كان والقاعدة الثالية إني كا سيو درسناها في محاضرة سابقة لأن هذا التصرف أو لأن هذا الشيء هكذا افعل هكذا مع فعل الأمر سندرسها في مثال بعد قليل إذا فعلت هكذا هل هذا كفاية؟ الكلمات كيمتي كيمتي هو مخلل كوري بانغمولغان متحاف النسو مكان للدليل سياحي يعني مكتب سياحي مكتب دليل وتي موقع كونغان سياحة كونغدا يقطع أو يعبر الشارع أنين بنك وأنه هذا يرشد و جدو خريط نقل الأمثلة سنجن 이 단어가 무슨 뜻인지 모르겠습니다 لا أعرف ما معنى هذه الكلمة سا전에 있으니까 한번 찾아보세요 هذه الكلمة موجودة في القاموس لذلك ابحث عنها 안녕하세요 혹시 지هات 철역 어디예요 السلام عليكم أين محطة المترو 바로 앞에 있어요 أمامك مباشرة 조금만 걸어가세요 امشي قليلا جو قام هل كفاية أو هل علي فقط أن أمشي إلى الأمام مباشرة نعم نعم العودة للسؤال يجب أن نختار الجملة الصحيحة يوجد يوجد المرأة تبحث عن البنك خطأ يوجد الآن في متحف الخطأ لأنها تبحث عنه أصلا نعم يوجد المرأة أعطت للرجل خريطة خطأ لأن الرجل قال لها اذهبي إلى البنك أمام أو بجانب البنك يوجد مكان الدليل السياحي لذلك استأخذين خريطة من هناك 4 نمجان قانقوان النسو ويجر اللوجس الرجل أعلم المرأة أو أخبر المرأة بموقع محل الإرشادات أو المكتب الإرشادات وهذا الإرشادات الصحيحية وهذه الإجابة الصحيحة لأن الرجل قال قانقوان النسو إسني قاسو هم مرابوس إذهبي إليه وسألي إذن الإجابة 정답 إليه 20번 공항에 일찍 왔네요 비행기 시간이 몇시죠? 1시 인데 날씨 때문에 출발 시간이 늦어졌어요 그래요? 그럼 커피숍에서 차 한잔 마시면서 기다려요 저는 출발 시간을 먼저 확인해 보고 거기로 갈게요 20번 공항에 일찍 왔네요 비행기 시간이 몇시죠? 1시 인데 날씨 때문에 출발 시간이 늦어졌어요 그래요? 그럼 커피숍에서 차 한잔 마시면서 기다려요 저는 출발 시간 출발 시간을 먼저 확인해 보고 거기로 갈게요 القواعد المذكورة في هذا السؤال 네 صغ تعجب 인데 ولكن اسم plus 인데 اسم plus تيمون بسبب و إمين خلال فعل شيء معين و رو هذا يذهب لي الكلمات المذكورة بالسؤال أولا كون مطار 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 مبكرا بيهنگ طيارة انطلاق أو مغادرة نتا تأخرة كابي شوب كافي وكدار ينتظر هاقين هذا يتأكد تدا يركب معشدة يشرب الامتلا 오늘 예쁘네요 اليوم أنتي جميل شكرا 내일 시험인데 공부를 못했어요 غدان يجدو امتحان ولكن للم 아드로س 시험 인데 خلال 동생 때문에 학교 늦었어요 تأخار تو على المدرس بسبب اخي صغير 때문에 음악 들으면서 공부 합니다 들으면서 كنبور بالي كد ناق تشيبرو كالكي سأنهي الدراسة بسرعة وأذهب إلى البيت تشيبرو كالكي بالعودة للمثال أو للسؤال تسرى من كونغان دكت تتك هست وصل الشخصين إلى المطار متأخرا وهذا خطأ لأن الرجل هو من وصل مبكرا إثنان تسرى من كافي شاب س تعش من الكوم س سيلتقي الشخصين مرة أخرى في المقهى الرجل يسعى لأن يتأكد من وقت الطيارة خطأ لأن الرجل قال أنه تأكد وتأخر الرحلة بسبب الجو الرجل ركب الطيارة التي تتحرك في الساعة الواحدة وهذا خطأ لأن الرجل قال الآن الساعة واحدة وهو لم يركب وسيذهب إلى المقهى إذن بتفسير السؤال مرة أخرى المرأة تقول موعد الطيارة هو الساعة الواحدة ولكن بسبب الجو تأخرت الرحلة حقا كرام كابي شاب س تح ماش ميان س كد رجل إذن لننتظر في المقهى ونحن نشرب شاي أو قهوة المرأة قالت أنا سأتأكد من موعد الطيارة موعد الانطلاق وسأذهب إلى هناك إلى المقهى إذن المرأة هي التي ستتأكد من موعد الانطلاق للطيارة إذن الإجابة الصحيحة هي أن الشخصين رقم 2 الشخصان سيلتقيان في المقهى توسر من كابي شاب س تحشي من نال نتقل رقم 21 21 우리가 음식을 너무 많이 주문한 것 같아요 많이 남았어요 네 남은 음식은 포장 해 가야 겠어요 집에 가지고 가서 먹으면 맛 없지 않아요 아니요 전 남은 음식 남은 음식을 자주 포장 해 가는데 괜찮았어요 ننتقل إلى القواعد 인구 katta يبدو أنا 2 아 오 yagitta يجيب أن أفعل شيء معين 지 anayo ليس صغط نفي ولكن للاستفهم ليس هذا هكذا مثلا يريو هذا ينوي أن أو يريد أن ku itta الآن هو يفعل شيء معين و انجو itta upta ليس عنده تجربة في عمل شيء معين بالانتقال إلى الكريمات أولا لدينا كلمة 음식 طعام 남 بقية شمون هذا يطلب الطعام بو جان يغلب الطعام أو يأخذه إلى البيت قضي يأخذه يأخذ بق يأكل و يذهب يأكل في المطان المثال 오늘 커피를 많이 마신 거 같아요 اعتقد أنني شربت قهوة كثيرا اليوم شغان جم 있으니까 청صر لها يوجد وقت لذلك أعتقد أنني يجب أن 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 ظف بالعودة للسؤال يجب أن نختار الجملة الصحيحة أولا سأفسر القراء أو معنى الحوار المرأة تقول نعم 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 أعتقد أن يجب أن نغلف الطعام الزائد ونأخذه معنا الرجل إذا أخذته معك إلى البيت أليس 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 لدي أليس أليس أنا أخذ الطعام الباقي في المطعم أغلبه وأخذه وأأكله بالبيت ولا مشكلة أستعم ه لدي بالنسبة للسؤال المرأة المرأة تريد أن تطلب الطعام خطأ لأنه أكل وطلب كثيرا المرأة 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 عندها تجربة في أخذ الطعام المتبقي إلى البيت وهذه الإجابة الصحيحة الرقم 4 هي الإجابة صحيحة 정답 4 ننتقل الآن إلى القراء القراء 61 제 이름은 김둘 입니다 할아버지께서는 제 옆에 항상 친구가 있기를 바라셨습니다 그래서 숫자 2 로 이름을 지어주셨습니다 이 특별한 이름 덕분에 사람들이 저를 잘 기억합니다 그리고 다른 사람들과 쉽게 친구가 될 수 있습니다 할아버지께서 지어주신 이름의 의미처럼 제 옆에는 항상 친구가 있습니다 그래서 행복합니다 الكلمات المذكورة في هذا السؤال أولا أو القواعد أولا إي وصغ الإحترامية منها كي ثانيا كير البار يتمنى أو ينوي عفوا يتمنى يرم الجيود يعطي اسم أو يسمي اسم plus طق بفضلي شبك بلاس فعل شبك باود تعلم بسهولة يفعل شيء بسهولة يوهولة صفة بلاس صفة بلاس صفة صفة سندرسها في مثال بعد قليل ميون سا اسم بلاس طرام سندرسها إيضا بعد قليل في مثال ميون سا بلاس طرام اسم بلاس طرام يعني اسم بلاس مثل الكلمات المذكورة في هذا السؤال الأولاً حرابوتي جد و جيوجودا يسمي صديق و ربدا وحيد بابو دا مشغول أبو دا مريض كبه دا مستعجل كيوكه دا يتذكر تكبره دا خاص الأمثلة طلبت مني الأستاذ أو الأستاذ طلب مني أن أعمل نفس إيوغا ولكن سيغا احتراميا أتمنى أن تحصل على نتيجة جيدة أتمنى أن أبي سماني أو أبي أعطاني هذا الإسم 선생님 덕분에 한국어를 쉽게 배웠습니다 تعلمت اللغة الكورية بفضلي أستاذ بسهولة 쉽게 저는 바쁘지 않고 행복합니다 لست مشغولا و أنا سعيدا 바쁘지 않고 جي 않고 행복합니다 صفا جي 않고 صفا 언니처럼 훌륭한 선생님이 되고 싶습니다 우리도 أن أصبحا أستاذا ممتازا مثل أختي الكبيرا بالعودة للسؤال ترجمت السؤال أولا سنترجم لكم السؤال اسمي كيمتول تمنى جدي أن يكون بجانبي دائما صديق لذلك سماني اسم برقم اثنان وبفضل هذا الاسم المميز يتذكرني الناس جيدا وأصبح صديقا للآخرين بسهولة وكمعنى الاسم الذي سماني ياهو جدي دائما يوجد بجانبي صديق لذلك أنا لست وحيدا وأنا سعيد بالعودة إلى السؤال رقم واحد وستين أولا يجب أن نختار ماذا سيدخل في كيو الجملة الأخيرة الأخيرة جيو جوشين إرم의 의미처럼 كمعنى اسم الذي سماني ياهو جدي 제 옆에는 항상 친구가 있습니다 دائما يوجد بجانبي صديق والإجابة الصحيحة هي رقم اثنان ويربتي أنكو لذلك أنا لست وحيدا وأنا سعيد إذن تنغداب اثنان بالنسبة لرقم اثنان وستين يجب أن نختار الجملة التي تتناسب مع الناس واحد 우리 할아버지의 이름은 김툴입니다 اسم جدي 김툴 هذا اسمي 사람들은 제 이름을 잘 잊어버립니다 ينسى الناس اسمي هذا 제 이름에는 특별한 의미가 있습니다 اسمي له معنى مميز وآخيرا 저는 이름 때문에 친구를 사귀기가 힘듭니다 صعب أن أحصل من الصعب أن أكون الصداقات بسبب اسمي إذن الإجابة الصحيحة هي ثلاثة تيرمين تكبران 의미가 있습니다 اسمي له معنى مميز تونغداب ثلاثة ننتقل الآن إلى خمسة وستين وستة وستين آوالان خمسة وستين 65번 저는 فراغ 오랫동안 생각만 하고 빨리 결정하지 못합니다 결정하는 것이 어려워서 혼자서는 필요한 물건을 잘 고르지 못합니다 그래서 저는 친구가 옆에 있으면 친구가 하는 것을 따라합니다 그렇게 하면 제가 결정하지 않아도 돼서 마음이 편합니다 하지만 지금부터는 제가 작은 일부터 하나씩 결정해 보려고 합니다 ننتقل إلى قواعد هذا السؤال بهذا السؤال الذي는 القواعد التالية وهي الت عندما القواعد الثانية من هذا أفعل فقط شيء معين والقواعد التالية جيبت هذا لا أستطيع أن أفعل شيء عمل هذا الشيء سهل أو صعب ليس سهل الريلتار هذا أتبع شيء أو أتبع شخص جي أنا دود هذا ليس من الضروري أن تفعل أو ليس من المهم أن تفعل هذا يعني لا تفعل هذا الشيء لا مشكلة الكلمات أريد دوغان لمدة طويلة سنقك هذا يفكر كالجن هذا يقرر هنا سوء بمفرده فيرو هذا يحتاج طار هذا يتبع كان هذا مريح باهم قلب أو يعني قلب نعم هنا شيء واحدة واحدة كورو دا يختار ننتقل إلى الأمثلة شوبين هالتي عندما أتسوق أذهب مع أختي أنا شخص يعمل فقط أو يدقن العمل فقط إل من جراد لا أستطيع أن أكونا صدقات من الصعب أن أقابل شخص أن تقابل شخص مناسب لشخصيتك كبجن هاتي أنا دوده لا داعي للقلق لا داعي للقلق جورو مكو تارا هسيو صدقني واتبعني بالعودة للسؤال سؤال رقم خمسة وستين يجب أن نختار الجملة التي ستدخل في كيغ إذا نظرنا إلى السؤال 저는 فراغ 오래 동안 생각만 하고 빨리 결정하지 못합니다 لا أستطيع أن أقرر بسرعة أفكروا كثيراً ولا أستطيع أن أقرر بسرعة إذن الإجابة هي رقم أربعة إذن يكشب أوبون الإجابة أربعة تونداب أربعة رقم ستة وستين يكشب يوكبون نختار الجملة الصحيحة أولاً تينغو نن ني كيالجون تارا هم ندا صديقي يتبع قراري خطأ أنا من أتبع قراره تونن أوري تينغك هدي أنكو كيالجون هم ندا لا أفكير كثيراً وأقرر بسرعة لا تونن أبرو تينغو وهمكي كيالجون هلغم ندا سأقرر مع صديقي في المستقبل لا تونن هن تا ملغون الكورون ننغو شي أوريب سمني دا من الصعب علي أن أختار الأشياء بمفردي هذه الإجابة الصحيحة إذن تونداب أربعة نترجم لكم عن نص مرة أخرى عندما أختار شيئاً عندما أختار شيئاً ما أفكر كثيراً ولا أقرر بسرعة القرار بمفردي صعب ولذلك لا أستطيع أن أختار الأشياء التي أحتاجها لذلك إذا كان صديقي بجانبي أتبع ما يأخذه صديقي إذا فعلت هكذا لن أحتاج أن أقرر ولذلك قلبي يرتاح لكن من الآن يجب أن أقرر الأمور الصغيرة واحدة واحدة بنفسي ننتقل الآن إلى رقم 67 يكشب 7 سرامدرن كورونا التى بطن ما ننسرامدر تودهامندا القواعد المذكورة في هذا السؤال إذا تريد أن إذا تسعى إلى أن إذا تنوي أن يحصل أو ينشأ يكلف نقود مكلف الكلمات المذكورة في السؤال كورون زواج بطن عادي جوديها دا يدعو مصب شكل أو هيئة بيوجودا يظهر أو يري كاجوك عائلة أصدقاء مقربين وسنقي دا يحصل كيفم سعادة أو فرح نعنو دا يوزع أو يشارك ننتقل إلى الأمثلة سيرو سانچكسان بيوجودا أريني المكتب الذي اشتريته جديدا المكتب الجديد 내일은 언니 생일입니다 غدا نعيدو ميلادي وخت الكبيرة 친구들을 초대해서 파티를 할 겁니다 سأصنع حفلة أو سأقيم حفلة وأدعو أصدقاء الأصدقاء 시간이 있어도 운동을 تران합니다 حتى لو كان عندي وقت أو دو حتى لو عندي وقت لا أمارس الرياضة شماري كنبوها قونا تنقر ماننا في الإجازة أدرس أو أقاب الأصدقاء جيجودو كاريوميون بيهنجي رتحسيو إذا تريدو أن تذهب إلى جزيرة جيجو إذا تنوي الذهاب إلى جيجو اركب الطيارة الآن الترجمة العربية لهذا النص عندما يتزوج الناس يدعون الكثير من الضيوف لأنهم يريدون أن يظهروا شكلهم عندما يتزوجون لكن هذه الأيام ظهر أشخاص يقومون بحفلة زواج صغيرة ويدعون فيها الأصدقاء المقربين والأسرة فقط يحضر هؤلاء أو عفوا يحضر هؤلاء الأشخاص الزواج بتكاليف قليلة ويتقاسمون فرحة الزواج مع المقربين وهم يتزوجون هكذا العودة إلى السؤال رقم 67 يجب أن نختار ما هي الجملة التي ستدخل في كيو يكشب تشيلبون الجملة أصلا هي أن تدعو والإجابة الصحيحة هي رقم 1 نقلع جملة مرة أخرى ولكن هذه الأيام يدعو الناس فقط الأصدقاء والمقربون والأسرة أصبح يوجد أشخاص يقومون بحفلة زواج صغيرة بدعوة الأصدقاء والأصدقاء المقربين والأسرة فقط إذن الإجابة الصحيحة هي واحد رقم 68 سنختار الإجابة الصحيحة لهذا النص هذا الزواج هذا النوع من الزواج لا يكلف كثيرا أصبح هناك أشخاص كثير يقومون بحفلة الزواج وهذا لم يذكر في الناس هو قال أنه أصبح يوجد أشخاص كثير أو قليل لم يذكر ندعو كثير من الناس لهذا الزواج أو لهذا الحفل خطأ في هذا الزواج المظاهر أو إظهار الأمور هو المهم وهذا خطأ إذن إجابة الصحيحة هي رقم 1 نتقل الآن إلى نتقل الآخر سؤال الآخر رقم 69 و رقم 70 69 아버지는 요리에 관심이 없어서 거의 요리를 하지 않으셨습니다 그런데 지난달에 어머니가 다리를 다쳐서 요리를 못하게 되었습니다 그때부터 아버지는 요리를 فرع 아버지의 요리는 맛있을 때도 있고 맛없을 때도 있었습니다 그런데 음식의 맛과 관계없이 어머니는 항상 맛있게 드셨습니다 그 후로 아버지는 요리하는 것을 좋아하게 되셨습니다 القواعد المذكورة في هذا السؤال القواعدة التالية القواعدة التالية و القواعدة التالية و قوانجة إتا و قوانجة أوبتا يوجد علاقة ولا يوجد علاقة لذلك نستخدمها بهذه الطريقة قوانجة أوبشي بدون علاقة أو بغض النظر باللغة العربية تيدو إكو تيدو أوبتا يوجد أوقات يوجد فيها هذا الشيء و يوجد أوقات لا يوجد فيها سنفسرها بعد قليل في مثال والآن سندرس الكلمات قوانجم اهتمام يوري طبخ تتشيدا أصيبا شجاكهدا بدأ و قانجة علاقة مع شتة لذيذ ما ضبتا ليس لذيذ الأمثلة 저는 언어에 관심이 있어서 한국어를 배우게 되었습니다 أصبحت أتعلم اللغة الكوريية لأنني أحتمو باللغات عندي اهتمام باللغات 2007년에 수용을 하기 시작했습니다 بدأت في السباحة في 2007 길이 막혀서 늦을 것 같아요 يبدو أنني ستأخر لأن الطريق مزدحم 나이와 관계없이 건강검진을 해야 합니다 يجب أن تقوم بالفحص الطبي بغض النظر عن العمر بغض النظر عن هناك أوقات أحب فيها الدراسة وهناك أوقات أكره فيها الدراسة وبالعودة إلى ترجمة السؤال أولا لم يطبخ أبي من قبل لأنه لا يهتم بالطبخ لكن قبل شهر أصيبت قدم أمي ولذلك أصبحت لا تستطيع أن تطبخ من ذلك الوقت بدأ أبي يطبخ طعام أبي كان أحيانا لذيذ وأحيانا ليس لذيذا ولكن بغض النظر عن طعمه كانت أمي تأكله بشهية دائما بعد ذلك أصبح أبي يحب الطبخ العودة إلى السؤال رقم تسعة وستين يكشب كوبان يجب أن نختار الجملة التي ستدخل في كيو واحد أولا دعونا نقرأ الجملة كتبتو أبي يوري رو هاشل سو أبساسميدا لم يستطيع أن يطبخ هاشل كو قاسميدا يبدو أنه سيطبخ هاشيكي شجاكي سيطبخ هجو شنجوكي أبساسميدا لم يطبخ من قبل السؤال كان أن الأم مرضت أو أصيبت ولذلك هي لم تستطيع أن تطبخ ولذلك كتبتو منذ ذلك الوقت أبي يتطبخ إذن الإجابة الصحيحة هي هاشيكي شجاكي سيطبخ إذن تونجداب ثلاثة الجملة التالية هي أو السؤال التالية عفوا الجملة الصحيحة في هذا النص واحد أبو지는 요즘 يورية 관심을 갖게 되셨습니다 أصبح لدى أبي إحتمام في الطبخة إذنان أبو지는 오래전부터 يوري 학원에 다니셨습니다 يلتحق أبي بمعهد الطبخ منذ طويل ثلاثة أبو지는 أبو지가 يوري하는 것을 أمي ساعدت أبي في الطبخ أربعة أصيبت أربعة أبو지가 ماندنمشيكي باشي جمجم جوا지고 있습니다 أصبح الطعام الذي يتبقه أبي يتحسن طعامه شيئا فشيئا خطأ لأنه قال أحيانا طعامه لذيذ وأحيانا طعامه ليس لذيذ إذن الإجابة الصحيحة هنا هي رقم واحد أبو지는 يجم يوريه كونشي مي كونشي مي كاكتشو سمي أصبح لدى أبي هذه الأيام اهتمام بالطبخ إذن تونغ داب واحد إذن هذا كل ما لدينا اليوم في محاضرتنا للإستماع و للقراءة سألخص لكم مرة أخرى ما درسناه اليوم أولا في الاستماع تكي درسنا كيف نختار الجملة الصحيحة حسب محتوى النص و ثانيا تعلمنا كيف نستخدم بيودا و كارتشدا كما قلنا هنتي سو بيودا و إيجي كارتشدا ثالثا تعلمنا كيف نستخدم أسلوب النفي و درسنا مثلا جيبو تدا و جي أنتا وأيضا درسنا قاعدة ننجيبو ردا أو ألدا لا أعرف إن كانا أيضا درسنا قاعدة جرب القيام بشيء معين أو مثلا قام بهذا الشيء من قبل ننجوكي إتا انجوكي أبدا هذا بالنسبة للقراءة أما بالنسبة للقراءة أما بالنسبة للقراءة فدرسنا اليوم أولا بعض الصفات مثل كبهدا بابودا ويروبدا و درسنا بعض المصطلحات مثل تونيتلدا و الترهدا يتبع شخص أو شيء معين و يرم تيوجيدا أعطى اسم و درسنا أيضا قواعد الربط بين الجمل مثل آ أو دو حتى لو أيضا درسنا قاعدة آ أو كونا أو أيضا أخيرا درسنا المصطلحات التالية درسنا عنده اهتمام لا يوجد علاقة بغض النظر عنه الكلمات الرئيسية التي درسناها اليوم أولا ويروبدا وحيد بابودا مشغول كبادا مستعجل أبودا يتألم تيوجودا يسمي تكبرادا خاص أو مميز سنقكادا يعتقد أو يفكر كالجونهدا يقرر كونشيم اهتمام كورون زواج وكورودا يختار وغيرها الكثير من الكلمات هذا كل شيء لدينا في محاضرة اليوم أتمنى لكم كل التوفيق شكرا جزيلا ومع السلامة شكرا جزيلا للمشاهدين لكم هكذا شكرا